لم تمضي ساعات على كشف النفق الضخم التابع لحزب العمال الكروستاني الذي يصل العراق بسوريا حتى ظهرت ميليشيا مسلحة في مقطع مصور وهي تهدد بضرب مصالح تركيا والتجار المتعاونين معها والذين أمهلتهم أسبوعين لإنهاء عمالهم معها وعلى ما يبدو بحسب مراقبين فإن هذا التصعيد جاء بعد أن أكد القياد في الحزب الديمقراطي الكروستاني خلف خليل اشتراك ميليشيات الحجد في إنشاء هذا النفق وهو ما يفسر سبب إعلان ميليشيات العصائب وكتائب الإمام عدى مصالح تركيا في العراق أهدافا معادية في محاولة لخلط الأوراق وارتداء ثوب المدافعين عن الوطن 12 كم هو طول النفق الذي شيد منذ سنوات وبتنسيق مشترك بين ميليشيا الحجد والبككا استخدم فيه 300 ألف كتلة خراسانية في أثناء بنائه مشروع ضخم لم تتمكن أجهزة الدولة الاستخبارية كشفه رغم أعلانها بين حين وآخر تنفيذ أعمال أمنية تصفها بالنوعية النفق المشيد تحت الأرض والذي يربط بين منطقة الهول بسوريا وسنجار في العراق يمكن المركبات أن تتنقل في أثنائه ذهابا وإيابا بسهولة بهدف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والمقاتلين بحسب ما كشف عنه خلف خليل الذي وصف الاشتباكات السابقة بين الحجد والبككا بأنها مجرد سيناريوهات تموهية معدة مسبقا لأغراض التضليل الإعلامي ومع أن وسائل أعلام تركية قد تداولت المقطع المصورة للنفق إلا أن أي تعليق حكومي لم يرد حتى اللحظة ليبقى باب التساؤل مفتوحا فيما إذا كان انتشار الميليشيات في سنجارة ومدن أخرى مرفوضا فقط في العلن أم أنه مقبول بالتراضي خلف الكواليس